اقام مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفلة كريم لمنتسبي الدفعة الثانية من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية بعد اتمامهم متطلبات البرنامج وفترة الانتداب التي امتدت عاما واحدا بالمكتب وخلال الحفل قال معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة المدير العام لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان الاقبال الكبير للاندمام للبرنامج من قبل كافة منتسبي الجهات الحكومية يزيدنا اصرارا في الاستمرار في تطوير محتوى ومخرجات هذا البرنامج الذي يأتي متسقا مع الاهتمام والتوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدأ في دول الله الرعا في تمكين الشباب من ان يكونوا في قلب العملية التنموية في مملكة البحرين لتمتزج الطاقات والحماس مع اصحاب الخبرة والتجربة لتحقيق النتائج المرجوة على كافة المستويات واضف معالي ان البرنامج قطع خطوات مهمة استطعنا من خلالها تقييم المسيرة القصيرة من عمر هذا البرنامج لاستمرارية تطويره ووضع متطلبات تلبي احتياجات تحقيق الهدف الأسمى منه ألا وهي الارتقاء بالكوادر الوطنية واستعددتها القيادية بما يتناسب ورؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في دول الله الرعا لتطوير قدرات الكفاءات الشابة الواعدة وتشجيعها في كل المواقع لتعزيز إمكاناتها الذاتية والمهنية وهما يؤسس لكفاءة قيادية قادمة تصم بطاقاتها المبدعة في استدامة التطوير الذي يعود بأثاره الإيجابية على مختلف قطاعات العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيسي مجلس الوزراء وهنأ خرجي الدفعة الثانية من البرنامج الذين استطاعوا تحقيق كافة متطلباته بنجاح من خلال نسق متصل من الإخلاص والمثابرة استمرت على مدار نوبات العمل في كافة أيام الأسبوع مرحبا بمنتسبي الدفعة الثالثة من البرنامج وقال إن قصة النجاح التي يستمر سرده حبر هذا البرنامج الطموح من خلال سواعده المنتسبين وله عبر الدعم اللامحدود من أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء الجهات الحكومية التي يعملون بها ليكون العنوان الدائم للعمل الحكومي في كل موقع وهو تحمل المسؤولية والمثابرة والإنجاز كما ألقى السيد أحمد الطريف كلمة نيابة عن منتسبي الدفعة الثانية أكد فيها أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء تشكل منهاج عمل وثقافة حية تجسدت فيما اكتسبوه خلال هذا العام من قيم العلم والعمل والجد والمثابرة نحو سقل المهارات والقدرات وقال إن كلمات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حب التحدي وعشق الإنجاز ستظل ماثلة أمامنا دائما وأبدا لنترجمها عطاء ومسؤولية واتقانا فيما يدين العمل وتوجه بالشكر للقائمين على البرنامج ولموظفي مكتب سمو النائب الأول على ما قاموا به من جهود في سبيل إتاحة الفرصة أمامهم عبر هذا البرنامج المتميز وما اجتمع عليه من مهارات وقدرات بعدها تم تكريم منتسبي البرنامج وتسليم جائزة المنتسب المتميز في الدفعة الثانية بترشيح من زملائه في الدفعة حيث تم اختيار السيد مهدي حمزة البصري من وزارة الصحة تدم طويلا تلك الخبرات والعلوم التي سقيت بماء الدراية والفق في أصول المجالات الحياتية العملية ذات الأهمية في رفض كل ما هو إيجابي تأتيك الفائدة من خلاله لتعمى على جميع أركان الدولة الحديثة التي تطمح في رؤية ما يناسب تطلعاتها من التطور والنماء بشكل مستمر وبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر البشرية الذي يتبناه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ما هو إلا رؤية صائبة يلازمها بعد النظر في أهمية إيجاد كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة البحرين أولئك الشباب والشابات سعيدين بأن نرى للمستقبل اليوم هم يتدربون على الإدارة والقيادة والإعلام وكثير من المجالات ويتحملون أيضا التحديات التي هي موجودة في الوقت الراهن ويكون لديهم إصرار وعزيمة على الاستمرار في المستقبل أساس الحقيقي اللي عندنا هي مواردنا البشرية فالبرنامج فعلا طور ناس وخلاهم يحتكون مع أصحاب القرار من الوزراء والمعنيين في المؤسسات أساس يشوفون فعلا توجه البحرين نظرة البحرين للمستقبل وأهم شيء في البرنامج خلق القيادات لأن أي برنامج اليوم يعتمد دائما في خلق القيادات اللي يكون لهم دور كبير في استنام زمان الأمور في المستقبل يظلوا فيه طوال السنة الماضية حيث كانوا أقرب من صناعة الغرار في الدولة واستطاعوا من خلال هذا البرنامج تنمية طاقاتهم ومهارتهم على مجالات عديدة استطاعوا أن يعملوا تحت ضغط الوقت استطاعوا أن يوسعوا مداركهم في مجالات عديدة استطاعوا أن يكونوا أقرب من آلية صناعة الغرار في الدولة ومن خلال البرنامج استطاعوا أيضا أن يحظوا بفرصة الالتقاء بعدد من غيادات الدولة والاطلاع عن كثب بما تقدمه هذه الجهات وربطها بالصورة الأكبر من سياسات حكومتنا الرشيدة 12 شهرا من العمل الجاد والمضني تكفل بإتمامه على الوجه الأكمل كفاءات بحرينية شابة ومتميزة تم انتدابها من الجهات الحكومية التي تعمل لديها إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ليتم تدريبها على أعلى المستويات في طرق البحث والتحليل والقيادة بالشكل الذي يدعم إمكاناتها العملية ويجعل منها أنموذجا يحتذى به داخل تلك الجهات الحكومية التي تنتمي إليها أصلا خلال البرنامج اكتسبنا خبرات تحليلية وحتى نظرتنا للأمور تغيرت من خلال عملنا على المشاريع التطورية في البحرين والاستماع لخبرات وتوجيهات الوزراء والمسؤولين في المؤسسات الحكومية المشاركة في هذا البرنامج الذي حقق لنا العديد من الفرص في إبداء آراءنا ومقترحاتنا وأطمح إلى لعب دور فعال في صناعة القرار في وضع الاستراتيجيات فيما يخدم برنامج عمل الحكومة مشاركتي في البرنامج كانت مشاركة ثارية من خلالها قدرت أني أضيف إلى شخصيتي أكثر وعطاني دفعة كبيرة لمواصلة واستمرار في تطوير مهاراتي المهنية تخريج الدفعة الثانية من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية وبعد نجاح الأولى منها بشرت في انطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج والذي يبلغ عدد المنتسبين لها خمسة عشر شخصا تم إخضاعهم لمراحل مختلفة من التقييم بناء على ما تقتضيه الرؤية السامية للبرنامج بالشكل الذي تتم معه تحقيق ما تم وضعه من أهدف عام كامل من التدريب المكثف قد انقضى تم فيه تدعيم هذه الطاقات البحرينية الشابة بجملة من الخبرات العملية تستعين بها وتستند عليها في تطبيقها وترجمتها داخل نطاق عملها بشكل احترافي يسهل معه اتخاذ القرارات الوظيفية بأسلوب المعتد الواثق بما لديه لتلفزيون البحرين محمد رشدات